أما إلى الدور الكردستاني في إطار منافسات الجولة السابعة عشرة من المرحلة الثانية في الدور الكردستاني الممتاز لكرة القدم تغلب فريق سيد صادق على ضيفه برايتي بهدفين واحد دون رد تمكن هاوكار جمال من تسجيل الهدف الوحيد ليحصل الضيوف على ثلاث نقاط لحصيلة نقاطه في الدور وبلغت 21 نقطة الحمد لله وشكر استطعنا اليوم نحصى ثلاث نقاط مهمة كلش نادي السيد صادق واني من هاي المكان انطي تبركاتي للجمهور الحبيبة جمهور السيد صادق وهاني كلها عبيني اليوم ادوا مباراة بطولي جدا والحمد لله وشكر استطعنا نخطف ثلاث نقاط ثمينة من نادي برايتي نادي برايتي من الاندي العريقة بالدور الكردستاني الحمد لله وشكر استطعنا الفوز وثلاث نقاط كلش كان مهمة وبالنسبة لنادي السيد صادق كان بالمرتبة تقريبا الأخيرة والحمد لله استطعنا الفوز وتقدمنا بالترتيب الدوري اليقدام طبعا هاي الفوز كلش مهم معنوي وانشاء الله احنا مباراة القادمة ويا نادي سوران وتركيز راح يصير ازيد وكان ضغط كلش شبير كان اكون ضغط على نادي السيد صادق لان النادي السيد صادق العام كان مركز الثالث والحمد لله وشكر هالفوز كلش مهم كان وستطعنا نرجع بالترتيب انشاء الله نصير احسن بالمباراة القادمة والافضل القادمة انشاء الله ضمن المباراة كانت بملعبنا هم اليوم ادوا احسن مباراة بالنسبة لنادي برايتي يعني شنت تابع مباراة ما النادي برايتي واليوم ادوا مباراة بطولية وكانوا يضغطون علينا والحمد لله وشكر احنا بفضل اللواعبنا استطعنا ان ناخذ ثلاث نقاط والفوز ابارك للجمهور السيد صادق الحبيبة اشتركوا في القناة